اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة العاصمة اونلاين ميليشيا الحوثي تشن حملات اعتقالات ضد الامناء الشرعيين بصنعاء الحكومة اليمنية تحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية عدم صرف رواتب الموظفين ناشطون وسياسيون يجب اقالة محافظ شبوة لاطفاء نار الفتنة التي اشعلها ارتفاع ضحايا السيول في اليمن الى ثمان وفيات معظمهم اطفال خلال اربع وعشرين ساعة الحرف ثمانية وعشرون شبوة المركز الامريكي للعدالة يدين مقتل مدنيين واختطاف اخرين بدواع مناطقية عدن شركة النفط تتحدث عن انخفاض وشيك في اسعار الوقود فليشيا الحوثي تفرض زواملها في صالة المناسبات بصنعاء كانت هذه جولة في الصحافة المحلية ننتقل الى جولة اخرى في الصحافة العربية الاتحاد ابن مبارك ملتزمون بتحقيق العدالة لكل اليمنيين الخليج ورندبرج يحرك الجهود لتحويل هدنة اليمن الى سلام دائم مكة الحوثي يستغل السيول وينهب المساعدات الاممية حقاض السيول تغرق صنعاء والحوثي يقصف قبائل همدان بالاسلحة التقيلة البلاد الحوثي يختطف موثقي العقود وينهب ارادات النفط من عنوين الصحاف الى مقالة الرأي والتحليل وفيها نطالع ما نشره موقع المظر اونلاين للكاتب الصحفي عبدالله المنيفي تحت عنوان بين معابر غزة ومنافذ تعز اشار الكاتف في مقاله الى تنصر جماعة الحوثي من كل الاتفاقات الانسانية التي تتعلق بفك الحصار على مدينة تعز مؤكدا ان لدى اليمن عدو تجرد من كل القيم الاسلامية والانسانية مستجدا في الوقت نفسه باتفاقية اوكرانيا وروسيا التي سمحت بتصدير حبوب القمح الرغم الحب وكذلك بفتح العدو الصيوري مع برطول كرم للسماح بدخول المشتقات النفطية الى غزة المحاصرة ومن وحي ما يجري حولنا سواء في المحيط الاقليمي او حتى في العالم ككل يتضح كم ان عدو الشعب اليمني متجرد من ادنى القيم الانسانية بل ويتفجح بانه يتنصل عن التزاماته فضلا عن ان يلتزم كانسان بالقيم التي لا تحتاج الى التزامات مكتوبة او موقعة بالاساس على وقع الحرب الدائرة بين روسيا واوكرانيا منذ عدة اشهر وفيها لا تزال الحرب مشتعلة افضت اتفاقات الطرفين الى فتح الموانئ الاوكرانية وعودة تصدير القمح لدول وشعوب العالم والتزمت روسيا واوكرانيا بهذه الاتفاقيات ومؤخرا افضت الاتفاقات الاخيرة بين حركة الجهاد الاسلامي الفلسطينية واسرائيل الى فتح معبر كرم ابو سالم ودخول شاحنات الوقود الى غزة في اليوم التالي لوقف الحرب وهذا مع الكيان العنصري المحتل الذي يشبه كثيرا الحوثيين حد التطابق الا انه يلتزم بما وقع عليه مخالفا بذلك الجماعة العنصرية التي تواجه الشعب اليمني ما اود الاشارة اليه ان الدول والحكومات مهما كان بعضها مختلا او عنصريا تحترم الاتفاقات الموقعة وتراعي الجانب الانساني في ظل الحرب وتسمح بعبور المتطلبات الضرورية لحياة الناس لكن ميليشيا الحوثي تشد عن هذه القواعد والاعرفة الدولية او لنقول الانسانية تشد دون ادنى حرج كما انه ليس في قاموسها مكان لحقوق الانسان بل ان الانسان لديها مجرد بيدق يموت من اجلها او يموت بيدها وكثيرا ما تتبجح قادتها بان حقوق الانسان لا معنى له في منهجيتهم العنيفة وهو ما واجهوا به المختطفين المدنيين الذين فكروا في الاضراب من اجل حقوقهم كمختطفين فقط لكنهم قالوا لهم موتوا فنحن لا نعترف بهذه القيم نتحدث عن جماعة عنصرية عرفها الشعب اليمني من اول يوم لتمردها في كهوف مران لا تحترم اتفاقا ويكفي للتدليل على ذلك ما يجري في تعز من حصار مستمر تفرضه ميليشيا الحوثي منذ ثمان سنوات وكان على ميليشيا يدعي كهنتها انهم اولياء الله واوصياؤه على خلقه ان لا يخنق خمسة ملايين يمني في هذه المدينة بحصار قاتل ويعززونه بقصف مستمر ضحاياه اطفال ونساء ورغم ذلك مع الجهود الدولية فقد توصلت الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي الى هدنة مطلع ابريل الماضي والتزم الحوثي نظريا ببنودها وعلى رأسها فق الحصار عن تعز وفتح الطرقات لكن الطبع غلب التطبع والنقض والنكث سمة الحوثي التي لا يمكن ان يتخلى عنها ونحن في الشهر الخامس من الهدنة لا يزال الحوثيون يمارسون اسلوب المراوغة ومنهجية الهروب من الالتزام بالاتفاقيات ويمعنون في حصار تعز وقتل المدنيين وقنصهم في منازلهم وزرع الالغام في طرقهم وقصف منازلهم وممارسة كل انواع الارهاب موقع المشهد اليمني نشر مقالا لكاتب الدكتور ياسر الشرعبي بعنوان نحن ضمير الناصر الكاتب في مقاله اكد ان استعادة العاصمة صنعاء لن يتم الى بتوحيد جميع اليمنيين تحت راية واحدة تحقق الناصر وتبني دولة العدل والمساواة الناصر واستعادة صنعاء من الحوثيين هو المشروع الوطني الجامع لاحرار اليمن بتعدد مكوناتهم واختلاف جهاتهم يسكن قلوبهم وهو قبلتهم اليها سيصلون وهذا ايمانهم الراسخ ونحوه يسيرون ولن يتوقفوا ولاجله يعملوا ويضحوا ولن ييأسوا ولاجله يتنازلون ليستمر المضي نحو الهدف بنحن لان اليمن يحتاج الجميع من اجل الوصول الى دولة يسودها العدل والمساواة وتتسع للجميع مشروع يلجز حين نعلي بايمان وطني راسخ ضمير الجمع نحن ونصيره واقعا عمليا ونعطيه حقه من الواقعية والفاعلية في خطتنا وخطاباتنا على مستوى القيادة والقواعد ونستفيد منه في لزوم حالة البناء على الضم لصفنا واستفافنا الوطني ونجعله ضميرا مفصلا على الخلافات لحمل مشروع قوي للقضاء على مشروع منفصل عن هويتنا ويمنيتنا ونواجهه بذلك منفصلين عن كل مصالح الذات ومتصلين بقضايان الوطنية فقط ان ضمير النصر نحن قد جن عليه ضمير الانا بتعدد صوره وتصوراته وشكله وتشكلاته واصب مشروعنا الوطني وانهكه واعطه لسنوات وتحل الحوثيين منافذ يلجأون منها الى كياننا نحن لخلق الصراعات بيننا والعيش عليها وشغلنا بالانأ عن قضيتنا بل والاشتغال به وله والشرود احيانا عن الوجهة الحقيقية صنعاء ولم نستطع مواجهة تلك القرصنة بضمير نحن الذي يفزعهم ويجعلهم يتخيلون حلمهم وهو يتلاشى وهم يبحثون عن مخابئة اليها يعودون وعلينا الاعتقاد الجازم ان نحن هو ضمير استعادة صنعاء وهو رافعة الجمهورية وبه نستعجل الوصول اليها ننتقل الان الى الصحافة الجديدة والبداية من الفيسبوك منشور حمز المقالح في صفحته بالفيسبوك قارن بين مشروع الامامة الذي يقوض الجمهورية ومشروع التفتيت الذي يقوض الوحدة الوطنية الامامة تقوض ثابتا وطني وهو الجمهورية ومشاريع التفتيت تقوض ثابتا وطني وهو وحدة التراب الوطني مشاريع التفتيت تسند وتركل الامامة التغاضي عن هذين الخطرين بتعظيم احدهما على الاخر هو انحياز ضمني لاجندة الخطر الاخر خطر اسقاط الجمهورية وخطر تفتيت الجغرافية اليمنية بنفس المستوى من الاهمية ويجب التعامل معهما بنفس الحس الوطني والانتماء للقضية الوطنية اما منشور مازن عقلان في صفحاته بالفيسبوك انتقد موقف مجلس القيادة الرئاسي من تمكين الانتقالي جنوبا ومن التنازلات لصالح مليشيات الحوثي شمالا بدل قيادة المعركة الوطنية ضد الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة وتحسين الوضع الاقتصادي والمعيشي اقتصرت مهمة مجلس القيادة الرئاسي على تمكين الانتقالي جنوبا واتهي الانفاوضات وتنازلات لصالح الحوثي شمالا تحت مزعم السلام الشامل عجز هذا المجلس حتى عن رفض تمديد الهدنة الهشة او فرض شروطه بتنفيذ بنود الهدنة خاصة فتح الطرقات الرئيسية في تعز منشور حسين الصوفي في صفحاتي بالفيسبوك تناول السيرة الذاتية لمحافظ محافظة شبوة الذي اشعى على نار الاقتتال والفرقة في المحافظة رجل بلا موقف واضح حتى اللحظة من مليشيا الحوثي كانت في صف الذين سلموا الدولة ومؤسستها للعدو الازلي لليمن ورفض حضور جلسات مجلس النواب ورفض كل خطوة من شأنها توحيد الصف الجمهوري وكان غائبا عن كل معركة وطنية ولم يصبه حتى غبار معركة وفرضوه فرضا بديلا لرجل وطني عظيم اسمه محمد صالح بن عديو حاول الجميع القفول بهذه المعادلة الوقحة حفاظا على ملهات باشعة اسمها الصف الوطني لكن الوقاحة لم تتوقف عند هذه اللحظة وتريد النفوس المريضة المزيفة ان تزايد على حماة الديار وحراس الوطن في وقت لا تزال الدماء طرية من يتخذ الصف الوطني ماطية لسحق الوطن فهو لا يختلف عن اولئك الذين يسمون انفسهم مسيرة قرآنية وهم في الحقيقة اعداء للقرآن منشور صالح سعيد الحقب في صفحته بالفيسبوك اكد ان الحال في المناطق المحررة يكمن في دمج جميع القوات والتشكيلات العسكرية تحت قيادة وزارة الدفاع وما دون ذلك يعتبر ترحيل للمشكلة الحل دمج جميع القوات تحت وزارة الدفاع والامن تبع الداخلية ورئاسة اركان وقائد اعلى واحد يكون القرار فيه سيادي لا مناصفة ما شفناش دولة داخل الدولة بالعالم كله وكيف تريدون نتفاءل بالمستقبل قرارة العليمية اليوم مقايضة واحد من هنا وواحد من هناك لكي تهدأ الامور لكن هذه تؤجل المشكلة ولا تضع لها حل وتظل اسبابها قائمة نحن مع قوات تتبع الدولة ورواتبها من الدولة والتعامل خارج الدولة مدان لكن هذا لن يحصل منشور بشير الحارثي في صفحاته بالفيسبوك وصف ما يحدث في محافظة شبوى بالحرب الانتقامية تجيرها قوى ميليشية قادمة من خارج المحافظة بهدف تدمير البنية التحتية التي شيدها المحافظ السابق تم اقالة بن عديو وهو بان شبوى وعنوان تنميتها وازدهارها بحجة ايقاف الفتنة وعدم دخول المحافظة في صراع واقتتال اليوم يجلبون جحافل المثلث من كل قرية ويشعلوها حرب في كل شارع رغبة بالانتقام لاهنة ابناء شبوى والدوس على كرامتهم هذا الفعل مدان وغير مكبول من كان يريد الخير لشبوى يتركها وشأنها اهلها هم اقدروا على التصالح والتسامح فيما بينهم وهذه ارضهم ما في منتصر ولا مهزوم الشجاع من يتنازل لاخيه ويرفض تدخل الغرباء لانهم سبب الخراب ننتقل الان الى ما جاء في تويتر عبدالعزيز المجيد في تغريدة الله اعتبر قرارات الرئيس فيما يخص شبوى لم تلامس المشكلة الحقيقية في المحافظة وهي ايقالة المحافظة الذي اثار المشكلة من المفترض ان قرارات الامس قد احتوت حرائق عوض بن الوزير التي اشعلها في شبوى رغم ان القرارات ازاحت قيادات قاتلت دفاعا عن اليمن وجاءت باخرى ميليشاوية تقاتل باجندة مناهضة لكن الرئيس غير قادر على ايقاف الميليشيات المهاجمة لانها لا تخضع له هل سيقبل ان يستمر واجهة لسلطة لا يملكها؟ تغريب الصحفي فؤاد العالوي انتقدت قرارات مجلس القيادة الرئاسي الذي لم يلتزم فيها بمنطقة دولة التي تفرض نفسها على الجميع لا يجب الحديث عن منطق الدولة بشكل مجتزأ فاما دولة تفرض قراراتها على الجميع او فدعوا توازنات الحرب التي فرضت نفسها في تشكيل مجلس القيادة الرئاسي تنضي حتى الخلاص من الحوثي نحن نعيش وضع استثنائي لو سلمنا فيه لمنطق الدولة القانونية لن تفت تشكيلة مجلس القيادة الرئاسي من الاساس تغريدة مصطفى ناجي بتويتر اشارت الى مفهومة دولة التي يجب ان تفرض احترامها بسيادتها على كل الاراضي وليس الحكس الدولة التي نتشدق بضرورة احترامها هي الدولة التي يجب ان تحترم وتسود في عدن ولحج وشبوى وسقطرى وتعز وحضرموت والمخى ومأرب اما تجزئة المفهوم على ما يشتهي الوزان فهو ضحك على الدقون قد كان ما كان في عمران ولم يكفي الدرس هذا الكلام ينبغي ان يوضع في اذن من تبقى في عرقه نفض الميت لا يلام تغريدة مصطفى القطيب بتويتر استنكر عدم صدور قرار رئاسي بتغيير محافظ محافظة شبوى الذي هو اساس المشكلة قرارات مجلس القيادة الرئاسي جيدة رغم عدم قانونية احدها لكن من اجل ايقاف الفتنة نقول لا بأس لكن المؤسف الا يصدر قرار به قلة محافظ شبوى الذي هو سبب اشعال الفتنة بالتصرفاته الارتجالية وقراراته التي تفتقد للقانونية عموما ننتظر اقالته ما لم فتقسيم اليمن يسير وفق ما رسم وخطط ما الذي تحتاجه محافظة شبوى لفضل امن وتحقيق الاستقرار اجابة هذا السؤال في دقريدة عن العقبي على تويتر شبوى محافظة استراتيجية تحتاج الى قائد وطني توافقي يتمتع بعلاقات طيبة مع جميع ابنائها على اختلاف توجهاتهم لا شخص احمق يمزق نسيجها وينشر الفوضى الى مجلس القيادة الرئاسي يجب تغيير المحافظة المسؤول الذي زرع الفتنة واشعلها قبل ان تتوسع ظاهرة الفوضى التي سيكون لها تداعيات خطيرة تغريدة عبد الحكيم هلال بتويتر اكدت ان احداث محافظة شبوى كشفت عن مخطط الاقصاء والتهميش وعدم القبول بالشراكة من قبل المجلس الانتقالي ما حدث في شبوى يكشف بجلاء ان الانتقالي الجنوبي لا يقبل بالشراكة بل ديدنه التفرد والاقصاء لكل من لا يتفق معه ولا علاقة هنا للامر بالجغرافية المشكلة ان هناك من يدافع عنهم في عمق الشمال معتقدين ان الجو سيخلو لهم يا حبيبي لم يقبلوا بابناء الجنوب ما انت الا مجرد مكرة عندهم ما يقوم به العليمي لا يصب في مصلحة الدولة ولا في اصلاح مؤسستها ما يقوم به هو عبارة عن تنفيذ اجندة ضد المصلحة الوطنية بمعنى انه عبارة عن مجرد ادات لاحداث المزيد من حالة الانقسام والاقتتال الداخلي مخططات محافظة شبوة لاغراق المحافظة في الفوضى في تغليل وليد الشعوري على تويتر لا زال محافظ شبوة يستقدم العناصر المسلحة من خارج شبوة لاغراق المحافظة بالفوضى والحرب والثارات القبلية والمناطقية يصر ابن الوزير على تنفيذ مخطط الفوضى في المحافظة ضاربا بمشروع الدولة الاتحادية وبمرحلة التوافق الوطني ومستقبل شبوة عرض الحائط وإلى هنا مشاهدي الكرام لكم وصلنا وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم نلقاكم غدا في حلقة جديدة إلى اللقاء